قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين الله تبارك وتعالى سيقر الحق في الأرض على أيدي المتحررين من الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشير هذه الآيات التي بين أيدينا أن إقرار الحق في الأرض يكون في أرض بلاد الشام حيث يأتيها الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستقر فيها الإسلام ثم يشع نوره في الأرض جميعا ولذلك نجد اليهود ومن ورائهم الصهاينة الحكومات المتصهينة تحاول إفشال تركيز الإسلام في هذه المنطقة لأن لا يشع نوره إلى القارات الثلاث قارة أوروبا وآسيا وأفريقيا يقول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ولقد كتبنا الكاتب هو الله سبحانه وتعالى قرر وقدر وفعل ولقد كتبنا في الزبور الذي آتيناه داود عليه الصلاة والسلام من بعد الذكر أي من بعد التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام كتبنا فيهما هذا الأمر الخبرية النبأ الخبرية المستقبلي أي عن المستقبل وهو أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اتفق علماء التفسير على أن المقصود بالأرض هنا أرض بلاد الشام أو بيت المقدس وما حولها التي بارك الله حولها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون واستخلاف الصالحين في الأرض كلها ليستقر الحق في أرض الله تبارك وتعالى دلت عليه آية أخرى هي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا وعد من الله وهذا الوعد لا يمكن إلا أن ينفذ وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض إذا أردتم الاستخلاف في الأرض وإزالة الطاغوت فعليكم بالإيمان والعمل الصالح والاستقامة على أمر الله فالخوف الذي نحن فيه الخوف من الطيران والصواريخ وغيرها سيزول بإذن الله سيتمكن الدين في الأرض ويبدل الله الخوف بالأمن لأن الله كتب ووعد أن الأرض الأرض المباركة يريثها عبادي الصالحون الأرض بشكل عام والأرض المقدسة بشكل خاص حول المسجد الأقصى فالآيات سباقها وسياقها يدل على أن الله تبارك وتعالى كان قد وعد بني إسرائيل الأرض أي الأرض المباركة ولما فسد بني إسرائيل سلب الله منهم هذه الأرض وأورثها عباده الصالحين المؤمنين من هذه الأمة الربانية الخالدة هذه الأمة لا نقصد بالخالدة أنهم لا يموتون إنما هذا الدين مستمر إلى يوم القيامة وهذا هو الخلود للدين وللحق الذين يعملون بشريعة الله ويعبدون الله لا يشركون به شيئا يريثها عبادي الصالحون قال أبو الدرداء الأرض المذكورة في الآية هي الشام والصالحون هم الأمة المحمدية إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين في هذا البيان بشأن وارثين أرض المقدسة في بلاد الشام لبلاغا ينتفع به قوم مسلمون مستسلمون لأمر الله مؤمنون حريصون على طاعة الله تبارك وتعالى عابدون لله يعني مطيعون لله متحررون عن العبودية والطاعة لغيره وعندئذ يكونون مؤهلين لأن يورثهم الله الأرض المقدسة فاعتبروا يا أمة الإسلام انتبهوا يا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ولست أخاطب أهل بلاد الشام فحسب انتبهوا جميعا إلى أهمية سوريا بالنسبة للعالم الإسلامي وبالنسبة لكونها سينطلق منها بإذن الله التحرر الحقيقي تحرر البشر من العبودية لغير الله ويكونون عبيدا لله أي سترتفع من هذه المنطقة لا إله إلا الله وتنتقل إلى العالم كله ولذلك العالم اليوم كله كله حريص على قتل ما استطاع أن يقتل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة في هذا البلد الطيب في سوريا في بلاد الشام من أجل ألا تنطلق دعوة الحق من هذه المنطقة إلى العالم أجمعا هل أدركتم لماذا يسكتون عن جرائم هذا المجرم العميل الخائن هو ووالده الذي سلم جزءا من بلادنا إلى اليهود هل علمتم لماذا يسكتون عنه نعم أقول يسكتون عنه استعمل كل سلاح محرم وهم يقولون ما لازم هذا أمر غير صحيح هذا غير مرغوب هذا كذا وكأنهم يشجعون على الاستمرار عندما كان يقذف في الدبابات والطائرات قال بعثوا لجان حتى يشوفوا وما شافوا عميان لأنه صمم بكم عميون مع أن الأقمار الصناعية تسجل كل طلقة تنطلق من دبابه فكانوا يطلقون على المدن الآمنة وعلى القرى ويحرقون ونازالوا يحرقون الزروعة والأشجار والثمار والعالم كله ساكت فالحقيقة أن العالم كله يحاربنا ويقاتلنا لماذا؟ ألم نسأل أنفسنا لماذا؟ نعم لأن هذه المنطقة سيشع منها نور الحق يعود النور في الانطلاق من هذه المنطقة بإذن الله تبارك وتعالى تعود كلمة لا إله إلا الله من هذه المنطقة بالذات ثم تشع في الأرض لأن العالم يعيش في ظلام وفي دجل وفي كذب فالخائن يقال له أمين والأمين يعتبرونه خائن لا يريدون الإسلام تريد أن تفرض علينا الإسلام؟ تريد أن تبني الجوامع؟ تريد أن تعمل كذا؟ طيب الناس مسلمون يا أخي يريدون أن يعيشوا مطيعين لله؟ لا ما يصير ما يصير هذا أبدا ينبغي أن يفرض عليهم الكفر والفساد كان يدفع للذي يتشيع عندنا في سوريا ألف ليرة سورية وألف ليرة سورية كان لها قيمة وأما الأشخاص والشخصيات المفسدين في الأرض من له مكان علمي أو ديني أو شرعي أو كذا إذا تشيع أو إذا وافق وماشى التشيع ولو بتحريض مبطن كان يدفع له عشرة آلاف ليرة وهذا ثابت وكانوا يغرون الناس بالزنى التي يسمونها متعة يغرون أصحاب الشهوات بذلك رب الناس على هذا فلا تستغرب إن رأيت شبيحه يموتون في سبيل هذا المجرم الخنزير من أجل إلى أن لا يزول حكمه لأنهم في حكمه وصلوا إلى أهوائهم وشهواتهم وظن هؤلاء السخفاء أنهم حصلوا كل شيء لم يحصلوا ولا شيء إلا أنهم إذا ماتوا أو قتلوا في سبيل هذا الطاغية فهم يسبقونه إلى جهنم ومئس المصير وسيرى الذين ظلموا أن يمنقلبن يقالبون إن كانوا لا يصدقون الله تبارك وتعالى فيما أنزل سيرون بأعينهم ذلك عندما يعيدهم الله بذواتهم بلى قادرين على أن نسوي بنانا انتظروا إنا منتظرون فيقول الله تبارك وتعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أي سيستقر الإسلام في هذه المنطقة وربما يستغرب بعض الناس أن الأمر طال وأن الدماء الغزيرة سالت نعم الدماء الغزيرة سالت ولله في ذلك حكام من مات مات شهيدا مات في أجله وعمره وانتقل إلى جوار ربه في الجنة بدون حساب ولا عتاب ومن عاش مرت عليه غموم وأذى من الذين أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب ولكن سيصل بإذن الله إلى العز فما علينا إلا أن نصبر كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أمة الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للإنس رحمة للجن رحمة للحيوان لا يحل دين الإسلام أن تعذب الحيوان قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا دوابكم كراسي تجلسون عليها يعني هكذا للتسلي أما إذا كنت ستخطب أو تعمل شيء وانتصل إلى شيء فهذا خلق الله هذا الحيوان وسخره لك ولكن أن تؤذيه أن تضربه أن تضربه ضرب مبرح بدون سبب فهذا لا يجوز حتى الذبح قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسن الذبح دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تكرموا فتاة الأرض الرحمة كانت حتى للحيوان ولكن هؤلاء المجرمون لم يرحموا حتى بني آدم ولا الأطفال ولا النساء فربنا بشرعه ودينه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا ما نفي بعد أداة الاستثناء تفيد الحصر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسلناك رسولا للثقلين الإنس والجن رحمة بهم حتى توجههم إلى الخير وتوقذهم من النار وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتهم عذاب الله يوم الدين من آمن بك يا محمد دخل الجنة وسعيد ونجا ومن لم يؤمن خاب وخسر قد يقول بعض الناس كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين وسيدخلون النار قال أو أجاب عن هذا الإمام المفسر محمد بن جرير الطبر رحمه الله في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه يقول فيها ابن عباس في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ومن آمن بالله والرسول فقد كتب الله له الرحمة ومن لم يؤمن وكفر يؤمن بالله والرسول عوفي مما أصاب الأمم السابقة بالإهلاك المدمر الكامل الشامل يعني لم يهلك الله أمة كاملة كافرة بأكملها رحمة من الله للعالمين بسبب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانه مبينا الهدف من الحصول على الرحمة ما هو الطريق للحصول على الرحمة هو التحرر من كل ألوهية لغير الله تبارك وتعالى وأن تكون العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له فله الاستسلام وله الانقياد فيقول سبحانه لرسوله ولكل ذاعية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الله لا إلى شخصه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد معبودكم الذي تطيعونه واحد طبعا معروف من هو الذي خلقكم الذي أعطاكم الروح الذي يقبض أرواحكم الذي خلق لكم رزقكم إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون هل أنتم منقادون ومستسلمون لأمره ومطيعون لحكمه نعم يا ربنا نحن نطيع أمرك فأعنا على ذلك وثبتنا على الحق ثبتنا على التحرن العبودية لغيرك لنلقاك لا نشرك بك شيئا والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر